صلى الله علي محمد صلى الله علي عليه وسلم صلى الله علي الحبيب صلى الله عليه وسلم أكبر أفضل نOSE على الرسول halt السلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام علي سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم سنعمد少 bright كل ده بكيلو دقيق واحد بص كده هنعمل أحلى فطير إن شاء الله بكيلو دقيق واحد هتعملي ده كله يعني لو جاتك ديافة على غفلة تعمليها عشان العيال المدارس الصبح تعمليها عشان تقعد في البيت تفتري بيها حاجة كده تقعد معاك يعني قولي قمة شهر كده معاك بالزبط بص عايزك كيلو دقيق ده الحشو وده العجين اللي هو العجينة نفسية كيلو دقيق ده العجين الأول كيلو دقيق معلقة حليب بودر معلقة سكر كبيرة معلقة خميرة كبيرة معلقة ملح صغيرة معلقة خل صغيرة نصف كوباية زيت دي الخميرة اللي قدام ده سبانخ وهعمل جبنة السبانخ نصف كيلو كيلو المقدر اللي تحبيه ومعاك بصالية كبيرة معلقة ملح معلقة شطة معلقتين لمون وفصتهم بس كده معاك العجينة ومعاك الحشو بتاع الفطاية استبانخ أنا هنا هفعل الخميرة هاخد معلقة السكر وحط معاها معلقة الخميرة وفعل الخميرة دي التفعيل ده بيخليك تعرفي زكاة الخميرة بتاعتك كويسة ولا لا وازا كانت هتتمشي معاك بسرعة يعني هتخليها تقوم معاك بسرعة مش هتتأخذ بصي من وانا بعملها وانا بفعلها بعرف ان الخميرة كويسة ولا لا هتلاقي في رغاوي كده بسيطة على وش الخميرة تعرف ان الخميرة تجدي كويسة لغاية ما تبدأ تبصي كده الخميرة بينا انها كويسة ان شاء الله بدأت كده من اولها انها كويسة كده اول خطوة في العجين هسيبها عبل ما تقوم خميرتي اللي هي البداية هعمل للسبانخ هروح اعمل للسبانخ بسرعة دول بقي حكة العجين هنروح للسبانخ دلوقتي عشان نكسب وقت ان شاء الله انا هجيب التاسة بتاعتي ولا لوك ولا اي حاجة انت بتستعمليها تحط فيها زيت سمنة اللي انت حبقنا بعملها بزيت وحط فيها البصلة يدوب تتبل اكمل بقي مقداري للسبانخ وهتاكلي احلى فطيرة سبانخ في التاريخ طبعا احنا كلنا لا نخفل عن فويد السبانخ ما بالك بقى لما تعمليها في حاجة العيال بتحبها ولا انت بتحبيها ولا تفتروا بيها ولا حاجة كده تبقى روعة واصلا السبانخ محبوبة معرفش يعني ليها كده نكهة معينة في الفطير انا هنا هسيبها بس تتبل البصلة ومعها طبعا فص التوم ولعادي بتاعنا ان احنا البصل نفسه بندعاكو بفلفل طبعا وملح كالعادي عشان بيبقى له ريحة وطعم تاني خالص هنا بدأت تتبل معايا البصلة والتوم هحط عليها السبانخ حبة حبة عشان تتبل معايا السبانخ محبة الشوية دول هيتبلوا خالص وهتشوفهم دلوقتي حاجة بسيطة خالص بص كده من اول شوية بس هتشم النار هتلاقيها بدأت تتبل وتهبط تكملي بقى المقدار بتاعك وتستنيها لما ميتها تنشف خالص ميتها تنشف خالص هتحطيها في عجين فلازم تنشفها كويس شوفي خالص هيدبلتها هيدبلتها والله احلى فتريت سباني يخدوا ايها معايا ان شاء الله هكمل بقى المقدار بتاعي كده دبلوا الاولانين هحط عليهم البقين واشربها ميتها وحط عليها اللمون وحط عليها الشطة ومش هقولك عيشي بقى مش هقولك عالطعم عيشي بقى وفي ناس بقى بتستبدل السبانخ دي بحاجات تانية كتير انتي ممكن تعملي فراخ مسحب ممكن تعملي لحمة عصاج اللي هي زي زي لحمة المكرونة دي الشطة طبعا ممكن تعملي الفطاير دي بمية حشو حشو مليون حشو بطاطس بنفس طريقة السبانخ دي بس بطاطس مية حشو حشو معاك للفطاير بس احلى حشوة للفطاير السبانخ اللحمة الجبنة الفراخ المسحب يعني الفراخ المخلية أقصد يعني بصي جما لأ والطعم والله حكاية مش هتصدقه انا عن نفسي بعشق الخضار فبحب جدا فطاير السبانخ ما بحبش الفطاير التاني بحب السبانخ والجبنة جدا بصي بقى الخميرة بتاعتي هنا قامت خلاص كده بقى كفاياها هاخدها وهفعل عجنتي على طول هحط كده كل السوايل مع بعض زي ما قلنا هقول لك تاني المعدير كوباية زيت معلقة خل معلقة خميرة كبيرة معلقة سكر كبيرة معلقة ملحظة يارا كيلو دقيق معلقة تنحليب بودر دي عيار العجينة احلى عجينة وما تزوديش ولا تنقصي فيها هتاخد مية معاك بالضبط الكيلو ستمية وخمسين ميلي او ستمية ميلي حسب نوع الدقيق بتاعك ستمية وخمسين ميلي مية الكيلو الدقيق انا عايزة عجينة مش نشفة انا عايزة عجينة طرية وما تلزقش في نفس الوقت هحط الحليب والخل الحليب مع الهوة والخل مع العجين بيعمل محسن خبز يعني زي محسن الكاك اللي بتشتريه من برة بدل ما تشتريه حاجات ما نعرفهاش ايه احنا بنحط حليب بودر ومعلقة خل الاتنين بيشتغلوا مع بعض كأنهم محسن طبعا انا مش هشتغل بدا هشتغل بايدي طبعا انا عملت كل الفطير بايدي المرة دي عشان كل مرة بعمل عجينة فطير بيقولوا عجنتيها بالعجان هوريك عجينها بايدي وهتطلع زي العجان وشوية يعني نفس الوضع اللي عندها عجان ما عندهاش عجان هتشغل وهتشتغل وهتعمل كل اللي عايزة انتي بس هتاخد معاك وقت شوي يعني في العجان هتاخد لها معاك خمس دقائق مثلا انتي على ايديك هتديها ربع ساعة وما تبطليش منها عجن لغاية ما تشوفيها نعمة وملسة وبطلت تزق معاك وهتنظف الطبق معا كأني غسلت الطبق كده يبقى عجنتك خدت راحتها والجولتين بتاعت دي اشتغل وانتي ما شاء الله يعني هتاخدي منها احلى نتيجة ولو كمان نخلت دي مرتين هتاخدي حاجة يعني فوق الوصف هتبقى هشة ونعمة كده وحلوة جدا انا بنخل الدقيق اول مرة ساعة ما جيبه وتاني مرة ساعة ما جيستعمله فبيبقى كده نخلها مرتين يعني تخلى له الهوى كده وعلى طول تازب تازل دي والحاجات دي ما تركنيش كتير يعني اقصى حد تجيبيه خمسة كيلو في البيت تخلصيه متجيبي غيرها بصي متى مش عايزة عجينة نشف انا هديها كفايتها من المية لغاية ما انا بعرفها تاخد ستمية وخمسين ملي معاكي لو مش عارف عيرها انا بعرفها وانا بعجن حتى لو بالعجان بروح اشوفها شكلها ايه؟ وجس العجينة نفسيها في ادية لو لا اعرف ان انا كده خلصت ولونها وشكلها بيبان تبيض كده وتنعم معاك وما بقاش فيها كلكيع وتبقى حلوة جدا نعمة وطرية وما تلزقش وتنضف عجانك والمكان اللي انت عجنة فيها لسه عايزة حبت ميا كمان انت لو بد بصي بصي العجينة والله لغسلت الطبق ولا غسلت ادية هي وحديها عملت كده نضفت مكانها ونضفت ايدي بصي جمال ونعمل ازاي ولا بس اهم حاجة تكون طرية تاخد من المغبوزات عجينة طرية تاخد منها احلى فطاير احلى بزة احلى حاجة تنشف العجينة تاخد منها خشب هنا انا هفرد قدامك برضو مش بالمكانة بتاعت الفرد زي المرة اللي فاتت هفرد قدامك انا هعمل فطاير واحدة بواحدة عشان عايزة يبقى الواحد يمسك وحدته في ايده ما يبقاش مش هقطحها دي يعني هاعمل كده واعمل كده واعمل كده هاعمل مقطعة واعمل حاجة اسمها المحنشة ولا الحنشة الحنشة زي ما بيقولوا اخوانا ولا ايه هاعمل حاجة ملفوفة كده وهاعمل فطاير استبانخ وهاعمل فطاير بالجبنة وهاعمل فطاير زعتر طبعا احنا عشقنا الحاجات اللي فيها خضار اكيد اغلب الناس بتحب الحاجة اللي فيها خضار اكتر هي بتطلع حلوة في ايه في ان انتي ممكن تاخديها ففطار تاخديها معاك في الشغلة ما يجرالهاش حاجة تديها ربنك في المدرسة تقعد معا فترة عبل ما تيجي الفرصة او اياكل فرصة اكلته او اياخد صندوتشو تاخديها سنك معاك شغلك اي حاجة يعني الخضار يعني بيقعد بيعيش ما بيبوسش بسرعة لو قاعد يوم بحلو برا التلاجة ما بيبوسش هنا هاخد مقدار الحشو اللي انا عايزها وانا بحبها كتير شوية وهلفها شوفي الرقة بتاعت الفطيرة كام طبقة ولسه استبانخ هتبن تحتها يعني انا فردت لما بقت زي الجلاش معي بصي مش مستحملة باينة استبانخ لديلوقت كام طبقة ملفوفة والسبانخ باينة ولا اسهل من كده ولا اطعم من كده واحلى ضيافة لو جالك حد يتشرفك قدام سحابك ولا بصي كده وخلص خلصنا هاجيب ساج واحط فيه ورق الخبز واحط عليه بصي هعمل كمان واحدة هفردها قدامك ما تكترزت عشان هتعذبك زي كده مش هتردت تشتغل معاك كويس في الفرد بصي اما بدأت ذاتي خفة هي بدأت تفرد معاك ما شاء الله خفيفة ونعمة وحلوة هتشوف النتيجة بما تخلصي انا والله بعمل حاجة لوجه الله الفطير دي بالذات في البيت نعمة قدامك اسبوع بعد ما تعمليها ما تفكرش هتفتروا ايه ولا عي الجعن هياخد ايه بصي زي الجلاش كام طبقة لسه واستبانة والعجينة بتقطع معاك من خفة خفاة خالصنا عشان يبقى مورق كده لما بصي ودوس عليها كده طبعا لو انتي تصفيها كويس من المية بتاعتها عشان ما تعجنش معاك العجينة اللامون مع السبانخ والشطة والبصل والتوم مش هقولكو على الطعام جرب الخلطة دي وقليلي وبرضو في ناس بتعمل معاها يعني في ناس انا برضو من الناس دي بعمل بطاطس بحمرها بقى اتطحة مكعبات صغيرة مش سوابع في نجر لا بقى اتطحة مكعبات صغيرة وقليها بعد ما قليها طلحها افرم بصلة وحمرها اللي هي رخرة وحطهم مع بعض وحط بهاراتي كسبرة وحاجات من دي واشتغل به او توم وحطهم مع بعض كسبرة وبصل وطوم وحطهم كمان دي خلطة روعة حشوة روعة بتنفع في السنبوسك بتنفع في الفطير فطير الخضر بتبقى جميلة جدا يا جماعة والله حتى لو العين مش بيحب الخضر لو كلها فطير ولقاها هيكل بسك كمان هنعمل كمان واحدة ممكن الطريقة دي تعملي بها سبانخ او تعملي بها جبنة او اي حشوة انت عايزها بس هي بتبقى في الحاجات اللي هي ما فاش قوام يعني اللي زي السبانخ او الجبنة ده بيبقى ايه مش كتلة زي البطاطس حتة كده تبقى تيجي تبان كده حتة مكالكاو حتة لا لا الحاجة اللي ما فاش قوام زي الجبنة زي السبانخ زي فطير الزعتر ممكن تحشي بها كده العجينة دي بيطلع منها كل حاجة يا جماعة بيطلع منها السينبون بتطلع منها الكروسون بتطلع منها الفطير طلع منها اجدع اجدع عجينة مورقة اللي انت عايزها بتطلعي من نفس المقدره العجينة دي بس يختلف تكات بسيطة وان شاء الله كل مرة هعمل في العيار ده هوريك وعمل منه ايه هعمل منه الدنش هعمل منه حاجات هقولك عليها واتفنن فيها احبها يعني واحب البت يبقى فيه معجنات على طول دي فطير الجبنة وجبنة عادية خالص ما حطاش معها اي حاجة ممكن تحطي معها اي حاجة دي بقي العجين اللي احنا قسمنا وخدنا منه عملنا الاستبانخ دول هعملهم فرد في الصينية كده هعمل زعتر وهعمل جبنة وهعمل الملفوفة دي هقسمها نسيت اقولك كل مرة تشتغلي في العجين افك خمرها الاول واشتغلي بعد كده عبال ما تخلص هتكون خمر التاني وهتبقى احلى لما تخمر مرة واثنين هتبقى احلى بس ما تكتريش عن مرتين او تلاتة بكتير ما شاء الله يلا بقى نشوفها هنعملها مفروضة ازاي انا هنا فرتتها في الصاج جبت صاج وحطت له ورق الخمز بيكينج بابر مش وكس بابر الوكس ما بيدخلش الفرن البيكينج هو اللي بيدخل الفرن بتخبزي عليه اي حاجة كأنك ما عملتش حاجة في الصينية بتشير الورقة الصينية بتبقى نظيفة هنا هنروش الزعتر هو اسهل طريقة ما يخليش حاجة تلسق في الصينية انت ضمن الصينية بتاعتك تبقى نظيفة شاوي اي حاجة تحطيه بين الورق الالمونيو وبين الاكل هنروش هنروش شوية زيت زاتون برضو وفي الاول برضو حطيت زيت زاتون الزعتر وزيت الزاتون رفق ضرب ما ينفعش دا واحده دا واحده لازم بزيت زاتون هنا هحط دي جبنة سادة لوحدها كده بدون اي حاجة معها دي جبنة انت بقى ومذاكك الجبنة اللي تحبيها ولي تحبي تطعمها في الفطير دي بقى المحنش انا عملتها زي ما عملت الفطير الصغيرة خالص بنفس الطريقة بس على كبير وحطيت زعتر وجبنة مع بعض فيها دي هقسم مع حتة حتة في الاخر وانا اخدها كده مع شاي مع اي حاجة مجموعة الفطير دي كلها بكيلو دقيق يا جماعة ايه رأيكم بقى مش وفرنا لو جبتهم من برد دول هتجبين بقى دي عارفة دول يخلوك شهر في البيت ما تشتريش حاجة والله عبيت درجة اللاجب كامل من بقى بكيلو دقيق دي حاجات ولا في الخيال العجينة نفسيها رائع هوريك العجينة كده بصي خصة زي ما بنقول خصة لأ كمان احلى من خصة اسفنجة بصي بصي هتلميها بايدي كده تتلمعك مش عجينة ناشفة ويابسم وتتكسر بصي لو دست عليها بايديك كده بترجع تاني بترد في ايدك كإني بتمسك حيطة اسفنجة في ايدك والزعتري جنن مع الجبنة ولا مع الزيت بصي دي فطير السبنة والله ولا في الأحلام تشتري الحاجات دي كلها بتمن كيلو دي وحاجات عندك في البيت لانت لو نظفت التلاجة وحبيت ترمل اللي في الاتباقة هتعملي أحلى فطير من اللي عندك في التلاجة بواق لانشون بواق جبنة بواق بيت بواق اللي عندك كله بتعمل فطير سبق نخ كل خلطات الخضار بيعملوا بالبسلة والجزر اعملوا كل حاجة هنعمل في كل مرة بص العجينة بص العجينة والله تقول اسفنج بيديكي بص دي اللي بقولك عليها من جوة باللفها زي نفس فكرة الفطير الصغيرة بس فطير كبيرة بصي اسفنج بصي التباط انا حشي دي جبنة وزعتر مع بعض رائعة بصي بالزمة دي عجين بصي عجين بالزمة دي عجين بصي بصي العجين بصي كله ده بكيلو دقيق مشاهدة ممتعة